مرة تانية الملعب برالز مننا كريم أحمد ويقعها مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآن الفضل يا كريم بجد تحيلك من جديد كابتن آمن شوي كابتان الكبار نجمع الستوديو للتحليل كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآن مبروك الحقيقة كابتن سيد النهاردة يمكن زي ما أكدنا وقلنا البداية كترائعة جدا في مباراة الإسماعيل لكن مش كل المباراة هتكون كده كل المباراة لها ظروفها ولها لعبيتها ولها طريقتها ولها تشكيلها شاف المباراة نهاردة إزاي وشاف الفوز بالمقسل النهاردة المدير الحمد لله طبعا يعني واحدة من بدايات الدوري وده مهم جدا يمكن السنة الفاتت من حاجات اللي عطلتنا أوي هي فرقة البنك اللي الحمد لله النهاردة مكسب وده برضو مقابول ومعقول يعني يمكن الشروط الثاني بدأنا بشكل كويس أوي ولحد ما جيبنا الجهون وبعد كده استمرنا حوالي عشر اتناشوار دية وبعد كده ضغطنا يمكن في آخر الشروط وده ممكن يبقى بحكم النتيجة ممكن يبقى بيحصل يعني المهم من الصفحة تقفلت وتلات نوعات خدنا يوم قبل لقاء القمة يوم الجمعة إن شاء الله الحديث عن طريقة اللعب لكن ممكن طريقة اللعب ده محتاجة شخصية مضرب قوي جدا ومحتاجة تركيز كبير من العابة النادي الأهلي وده اللي حصل في مباراة الإسماعيلي الاختلاف النهاردة نيجد نقول البنك الأهلي ظروفه ممكن لعيبة شابة لعيبة شايفة المباراة عمتا كده يعني المباراة ممكن تفتح بشكل كويس وممكن تستثمر فرصك بشكل كويس فيتسهل عليك الجيم أين كانت الفرقة يعني دايما أنا بقول كده المباراة بأحداثها أنا مش عايز تقف عند مباراة بعينها يعني أنا خلاص كل حاجة بتعدي وبتتقفل صفحتها وبص على اللي جاي مردود مهم جدا الحقيقة وراءة من بيرسكتا وميكي سوني الحقيقة وعبدالقادر وحسام كل اللعيبة الوافدين مع السكواد اللي معنا الحقيقة كبتسايد موسم قوي جدا ومحتاج إن احنا بمعن عدد كبير جدا شفت إزاي الانطلاقة بالنسبة لها وكبتسا المهم الاستمرارية أي حاجة في الحياة بتبع محتاجة استمرارية كرة القدم محتاجة كده يعني يعني أني انت تلعب مباراة وعيسة وتتقلق وتحرز الهداف ده ممكن تبقى خاصة بمباراة بعينها لكن المهم الاستمرارية هي المباراة البعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها يعني ما تلعبش على اللقطة أو الفقر يعني شناوي عايزين نتكلم عني برضو جاهزياته المباراة الزمالك ومباراة الزمالك بالشكل عام تبتعت حسابات تختصة جدا ليكو للعيبة المجلس الإدارة الجمهور النادي الأهلي تركيز اللعبين ازاي وشايف المباراة ازاي النسبة للشناوي هو دخل معنا خلاص يعني كان ممكن يبقى متواجد معنا في الاسكورد النهاردة لكن الراجل فضل ان هو يريحه خلاص ان شاء الرحمن هيبقى موجود معنا في اللقاء اللي جاي بإذن الله مع الزمالك فحسبات مباراة الزمالك يعني طبعا هي مباراة الزمالك هتبقى مباراة بطولة لوحدها لكن في النهاية كدوري يعني ما اعتقدش ان هي برضو من الحاجات اللي هي بتدي انطباع غير انها مباراة يعني ما بين فريتين كبار الاهلي والزمالك ما بين فريتين هم احسن فريتين في افريقيا لفترات كبيرة جدا جدا من الزمن يعني وهي مباراة طبعا يهمنا ويهم كل النادي من منظومة وبكل بجماهير وطبعا نحن نشرح من نكسبها لكن هي مباراة بتلت نقاط سالي فاتت احنا كسبنا المباراة وخسرنا الدوري سالي لها كسبنا مباراة واتغلبنا مباراة وكسبنا الدوري يعني إنسان اللي فاتت رغم فوزنا باللقاء لكن في المجمل خسرنا الدولة فهي مباراة طبعا مهمة وكل حاجة لكن في النهاية حسابتها بثلاث نقاط بتديلك مؤشر كويس وكل حاجة لكن في النهاية مش هي خط النهاية وخصوصا أنت جاي في الأسبوع الثالث فهيبقى مباراة الأهل والزمالك هي مباراة الأهل والزمالك أتمنى يا رب أنها تخرج بشكل كويس يلقي بالفريتين واسمهم ومكانتهم يلقي بجماهرهم وكل المنظومة الرضاية سواء كانت هنا أو هنا أتمنى يا رب يكون تحكيم على أعلى مستوى لأنه برضو مؤثر جدا في المنظومة بالتأكيد تحكيم ده يمكن نجاح المباراة هي من نجاح التحكيم ومكان شوفنا الحقيقة مش عايزين نسكوا الأسماء لكن تحكيم أو الحكام اللي بتيجي من الخارج بتيدير مباراة الأنهاد للسيقاتنا كبيرة في الحكام لكن حكام اللي بتدير من الخارج الحقيقة بنشوف مستوى رائع جدا لمكن انت أشتب عدد كبير من الحكام شايف المباراة التحكمية ممكن تبقى ازاك اتمنى بس انت زي ما قلت لك ان شاء رحمان يكون المستوى يليق بيها في كل منظومتها يعني وعادي يعني فأنا شاف ان برضو تحصل في اوقات كتيرة وان يبقى فيه ممكن يبقى فيه اخطاء تحكمية لكن اللي ممكن يعني استغرب له من غير حاجة لما تتسيل سواء كان بنلتي ولا مش بنلتي مافعش تقولي خمسين خمسين يعني ما شفتش في حياتي كده ولد ولا بنت يا ولدي با ولد بنتي با بنتي خمسين خمسين انا بقول لكش انت جبت كان في السن والعامة انا بقول لك يا بنلتي ولا مش بنلتي لكن في النهاية ان شاء الله رحمان يبقى الدنيا كويسة للمنظومة كلها هيا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل الشكر التأديل للكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرب اللي نادي الأيل على العزيز لتصريحات مباراة اتقفلت خلاص بكل ما فيها القادمة وهي مباراة الآلي والزمانك والزمانك والأهل ان شاء الله باذن الله تركزنا يكون قوي جدا المسلماني كمان يكون موفق في اختيار التشكيل يحضر بشكل كبير جدا لهذه المباراة وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحقق النتيجة ونستمر في سلسلة انتصارات في بطولة الدوري العام